هذا وقد استقبلت هيئة البحرين للسياحة والمعارض الزوارة في مختلف منافذ مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي بالورود احتفالا بيوم التأسيس السعودي هذا الاستقبال يأتي تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية المترابطة بين المملكتين والشعبين الشقيقين وقد عبر عدد من مواطني المملكة العربية السعودية عن سعادتهم بالاحتفال بيوم التأسيس وبفخرهم بما حققته المملكة من انجازات حضارية عززتها القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين على كافة الجوانب التنموية وقدم الزوار شكرهم للبحرين على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الأخوية المتينة ووشاج القربة والدم والمصير بين المملكتين والشعبين الشقيقين صراحة شعور جميل صراحة باليوم اللي نحتفل فيه بيوم التأسيس وإخواننا البحرين ما يحتاج يعني إخواننا دائما يحتفلون معنا في كل المناسبات وإحنا كذلك فما يحتاج نشكرهم لأننا أخوان في نهاية المطاف وديرا واحدة نعتبر نفسنا والله شعورنا أكيد فرحة فرحة الوطن وفرحتنا أن نحن نرجع وذكرونا بيوم التأسيس دولة السعودية الأولى أكيدها فخر لنا وإن شاء الله كرسالنا نحن نحتفل في يوم التأسيس والله البحرين دائما سباقة يعني البحرين والسعودية واحد ومناسبات البحرين والسعودية دائما يعني تظهر فيه روح المحبة والأخوة والتلاحم بين الشعبين صراحة أنا سعيد اليوم والله الحمد لله أول شيء يوم التأسيس الآن تقريبا 300 سنة عمر السعودية وإحنا والبحرين واحد إحنا فرحتنا في السعودية والبحرين واحدة دائما أخوان وأبد بنحتفل اليوم إن شاء الله في البحرين ومحتفلين في السعودية يوم التأسيس أنه فخر وعز يعني يكفينا فخر أنه دولتنا تأسست بأهله وبرجالها إحنا أخوان وأهل وبارك الوطن الغالي إن شاء الله في هذه المناسبة وبحرين ما هي غريبة علينا يعني ديرة وحدة فنحتفل فيها إن شاء الله سواء بإذن الله